في مجموعة من السيارات الغريبة اللي تنتجها الشركات وتوقع أغلبكم ما يدري عنها مثلاً نعرف أن كل السيارات تمشي بكفرات صح؟ طيب تدري أن في سيارات عندها رجول؟ نعم اليوم بتكلم عن بعض هذه السيارات الغريبة نعم راح أتكلم عن هذه السيارة اللي عندها أرجل فتابعنا عشان تعرف التفاصيل ومرحبا أنا أدهم حياكم الله بحلقة جديدة أول سيارة راح أبدأتكلم عنها هي سيارة من شركة أودي تقريباً خلينا نقول هي ألطفهم شوية من ناحية الغرابة هي سيارة طبعاً كتصميم هي غريبة شوية ضخمة دفشة باختصار جاية غريبة لأنه تقريباً كلها قزاز من جميع النواحي هي فكرتها أنها تنفع للطرق الصعبة والطرق الوعرة فيها مجموعة من الكاميرات عشان تساعدك تشوف الطريق سواء من صباحة أو بالليلة أو حتى بأوقات مختلفة أكيد أنه هذه واحدة من السيارات التي تقدر تسوق نفسها كتصميم ما أشوفها تغريني كثير لكن انتظروا شوف السيارة الثانية الأغرب السيارة الثانية هي من شركة لكسز اسمها الف30 هذه السيارة تعتبر هي نظرة لكسز للمستقبل سيارة بتصميمها أكيد غريب أبواب تفتح على فوق وبالتأكيد هي أيضاً أحد سيارات ذاتية القيادة لكسز تشوف المستقبل هو في الواقع المعزز لأنه هذه السيارة تعتمد على الواقع المعزز كثير كلها تعتمد على حركات اليد الإيماءات اللي تقدر تتفعل كل مكان معها عن طريق حركات يدك حتى الغزاز وحتى الغزاز اللي فوق اللي هو السكف كذلك تقدر أنك تتحكم فيه من خلال بعض اللمسات أو حتى الإيماءات طبعاً الناس اللي موجودين بالفيديو واضحاً تمثيلهم مستفز جداً وما يعرفون يمثلون لكسز تشوفوا ناس يمثلون بشكل أفضل لكن عموماً هذه واحدة من السيارات اللي لكسز يشوفون مستقبل السيارات بهذه الطريقة أنا مستحيل لا أبداً مستحيل بس في أشياء ما هي عملية خلينا نقول لكن السيارة الثالثة هي من شركة تويوتا تويوتا تعيش في عالم مختلف تويوتا تعيش في حالة حب ورومانسية وهيام هم يأمنون أنه راح يصير في علاقة حب تنشأ بينك وبين السيارة لهذا التطور والذكاء الصناعي متطور جداً راح يكون ضمن سياراته وطبعاً أكيد أنه ما زال يشتغلون عليه هي ما زالت كونسبت حتى الآن من خلال هذا الذكاء الصناعي أن السيارة تفهمك ومو بس تفهمك تفهم إيش أنت تبغى وحتى تفهم مشاعرك وتترجمها وتفهم مشاعرك تجاهها أيضاً تخيل أنه اليابانيين قاعد يفكرون بهذه الطريقة طبعاً كعادة اليابانيين تصميم السيارة لازم يحاولون يخلونها كيوت لطيف اللي ضاءات بالأمام كأنها عيون لا وبعد عيون ترمش لاحظ الله يعطيكم العافية صراحة هذه السيارة أكيد أنها ما زالت كونسبت اسمها الكيو بصراحة تصميمها لطيف خصوصاً من الداخل حسيتها لطيفة جداً بالنسبة لي إيش فائدة الذكاء الاصطناعي بهذه السيارة اللي اشتروا عليها تيوتا تيوتا تقول أن السيارة راح تتعرف عليك مع الوقت ومع الوقت راح تعرف أنت إيش اهتماماتك إيش الأشياء اللي تحبها مثلاً أنت لو واحدة من الأشياء اللي تحبها تتابع المسلسلات والأفلام فلو كنت في يوم الأيام جالس بالسيارة والسيارة حست أنك طفشان لاحظ أن هي حست ما بعد قلت لها فإنها راح تقوم تفتح معاك سواليف عن المسلسلات والأفلام وتناقشها معك ربما تناقشك عن الحلقة الأخيرة من أي مسلسل شفتها تخيل لهذه الدرجة إذا السيارة مثلاً عرفت مع الوقت أنك أنت تحب الكورة ومثلاً أنت تشجع برشلونة وطبعاً السيارة عندها رأي أيضاً هي تشوف أنت برشلونة فريق فاشل وريال مدريد فريق أفضل مثلاً يمكن تدخل معاك في نقاش في هذا الموضوع وتحول تسليك لين توصل إلى أو مو تسلي يمكن تحول ترفع ضغطك لين توصل الهدف طبعاً هذا بداية الذكاء الاصطناعي الخاص فيهم بالتالي إذا صارت السيارة لها شخصية وصارت تعرفك مع السنوات وتتطور سؤال اللي جاء في بالي هل بيكون أصعب عليك تغيرها لاحقاً لأنه راح يكون في بينكم ترابط بأنه أوه هذه السيارة قدت سنوات لين عرفتني ما قولها أبيعها وروح أشتري سيارة ثانية بكل بساطة ربما راح يكون أصعب مين يدري لكن نيجي للسيارة اللي بعدها هي سيارة أغرب منها هذه المرة هي من شركة يونداي نحن نعرف أن السيارات كلها فيها كفرات يونداي قالت ليش ما السيارات عندها أرجل زي الإنسان وبالفعل تحسب الموضوع نكته لا لا الموضوع حقيقي وبالفعل سووها هي السيارة فيها كفرات أول ما تشوفها تمشي مثل أي سيارة ثانية لكنها تقدر أنها تطلع أرجل يسير عندها أربع أرجل وهذه الأرجل فيها مفاصل وحتى تقدر تمشي وتمشي بطريقة مرة غريبة تقدر تمشي كذا تحرك الأرجل أو أنها تمشي من خلال الكفرات شي مرة غريب واحد الفوائد فيها أنها تقدر تتسلق الجبال وتتسلق المناطق الصعبة طبعاً أنا سارت من لقترة تسلق بالفيديو لأن آخر الرجل هو في كفر وما هو شي تقدر تستند عليه كان شي غريب بس أوكي نظرة هونداي لهذه السيارة بالمستقبل وإيش فائدتها ممكن تساعد في حالات كثيرة جداً مثل الإنقاذ وممكن تكون خيار رهيب جداً لرجال الإطفاء خصوصاً أنها تقدر حتى تتسلق الجدران تقريباً إلى متر ونص يعني حتى لو كان جدار كذا مستوي تقدر تتسلق هاي يبدو لي كذا أول مرة عرضت هذه السيارة هي في CS 2019 فهذه تقريباً نظرة الشركات للسيارات ما أدري أحياناً نقول هل ممكن هذه الأشياء فعلاً تتحقق ولا هم طفشوا فقالوا خلونا نسوي أشياء كذا مرة غريبة تخلي الناس تتكلم عنها أتمنى أن هذا الفيديو يكون ممتع لكم أنا أدهم شوكم إن شاء الله في الفيديو القادم مع السلامة